اشتركوا في القناة نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حيث جرى استعراض أواصر العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والراسخة وسبل دعمها وتعزيزها بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية وكان جلالة الملك المعظم قد ترأس وفد مملكة البحرين إلى قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا الأسيان التي استضافتها المملكة العربية السعودية الشقيقة كما ترأس جلالته وفد المملكة إلى قمة القاهرة للسلام التي بحثت تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام وعقدت في جمهورية مصر العربية الشقيقة وكان جلالته وحفظه الله قد قام بزيارة إلى كل من المملكة المتحدة والجمهورية الإيطالية وحاضرة الفاتيكان رافقت جلالة الملك المعظم السلامة في الحل والترحال